أحد الأمور اللي العالم كله بيتكلم عنها هي مسألة الفطولة الاقتصادية التدعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا لو ما كانتش التدعيات دي موجودة ما كانش الناس يتمت بالحرب أصلا يعني جزء من اهتمام الناس في الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي أماكن كثيرة وفي أسيا بالحرب دي جزء منها يتعلق بي الأثار الاقتصادية المباشرة اللي الدول دي بتتحملها يعني الاقتصاد العالمي بالتأكيد عنده مشكلة حققية تجاه الحرب في أوكرانيا يعني لما نيجي في المجتمع المصري اللي لاقي ارتفاع أسعار البيض والدجاج منتجات الحيوانية بشكل عام السبب ارتفاع أسعار الأعلاف اللي هي مستوردة من هذه الدول ارتفاع فطورة استراد الحبوب أو الأمح ارتفاع فطورة استراد الطاقة بلاد زي ألمانيا ونيجيريا لا بيعانوا الناس بتعاني وبريطانيا يعني دول كتير جدا الفطورة بالنسبة للمستهلك كبيرة جدا طب مي اللي بيتفعها طبعا الحكومات بتتحمل جزء كبير جدا من الضغوط الاقتصادية ولكن المستهلك بيدفع جزء مش قليل يعني على سبيل مثلا المثال ألمانيا من ضمن الإحصاءات الملفتة المغسلة بنتكلم على المغسلة اللي بتغسل الهدوم أو الملابس دي إيه اللي بيحصل فيها وزي تشتغلت يعني أحد التحقيقات المنشور في الصحافة الغربية ركز على القضية دي فيقول لك مغسلة في ألمانيا بتغسل حوالي تمانية طن ملابس في اليوم من خلال اتناشر جهاز أو مكينة مخصصة لهذا الغرض كانت بتدفع تكلفة الغاز السنة اللي فات تلاتين ألف يورو السنة دي بقت مية خمسة وستين ألف يورو من تلاتين لمية خمسة وستين مين هيتحملها؟ المستهلك وبالرغم من هذا هي بتعاني أيضا بتعاني من إيه؟ قلة الزباين طبعا لما زادت الفاتورة بدأ الزباين يقله وهي مش عيشة على الزباين اللي بيجابوا لها الملابس بتاعتهم بس دي عيشة على المطاعم اللي بتبعت لها المفروشات بتاعتها عيشة على الفنادق اللي بتبعت لها أيضا المفروشات فالتنين مع بعض فيه فنادق قفلت وفنادق قلت الإشغال عندها والمطاعم ناس كتير بطلت تروحها فأصبحت الأسعار زادت التكلفة ارتفعت والطلب قل كمان من جانب المستهلكين نيجيريا مثلا نيجيريا بتعتمد تعتبر من أكبر مستوردين الأمح يعني أسعار الرغيف الخبز ارتفع جدا الضغوط شديدة للغاية أربعين في المية من المخابس في العاصمة قفلت أسعار الأمح زادت ميتين في المية وتمن الرغيف تضعف مش هنتركز على نيجيريا ده عراحين كمان أسبانيا الحكومة بتدفع 300 مليون يورو للإنفاق للمزارعين على الأعلاف وعلى الأسمدة والأسمدة بالذات لأن السماد هو غذاء الأرض اللي أنا منتظر الغذاء منها فيعني تحتاج الموضوع يدفعوا كثير لهذه الأسمدة بريطانيا فاتورة الغاز ارتفعت جدا من سنة 2021 في السنة دي كان متوسط الأسرة بتدفع حوالي 1370 جنيه استليني في السنة النهاردة 2223 بتدفع 3500 جنيه استليني يعني مبلغ مش قليل ولما ده يترجم للمحلات فمعناها أسعار المنتجات بترتفع حتى الوجبة الشعبية في بريطانيا المعروفة اللي هي السمك والبطاطس فش أن شبس ارتفعت جدا لأن تكلفة الزيت اللي بيتحمر فيه أو بيتقلي فيه السمك وتكلفة الغاز اللي شغال ارتفعت جدا مهما كان الدعم أو تخفيض الضرائب هناك مشكلة حقيقية لما تلاقي أن المحل اللي كان بيدفع 9000 جنيه استليني في السنة للغاز بقى بيدفع عدوات 32 ألف مين هيتحملها؟ المستهلك الأسعار بترتفع والضغوط بتزيد بل فيه تقرير لطيف جدا لو مش لطيف ولا حاجة يعني بيقول شوية أرقام ليه التضخم يعني ارتفاع الأسعار بيقولك في زنبابوي 285% في نزويلي 175% لبنان 143% الأرجنتين 95% تركيا 70% رواندا 59% ومصر بيتكلموا على 43% ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم عموما حوالي ما يخرج من 22% الأمم المتحدة منذ يعني أسابيع أصدرت تقريرها عن الوضع الاقتصادي العالمي وقالت لك إن النمو الناتج العالمي هيبقى واحد وتسعة من عشرة في المية هذا العام 350 مليون شخص بيواجهوا أزمة غذاء في العالم أفريقيا لم تتعافى من وباء كورونا جالها الحرب في أوكرانيا والتضخم شديد والديون شديدة مش عارفة تتعامل معها المنطقة العربية بتعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية أوروبا رجعت للوقود الإحفوري الوقود الإحفوري اللي هو الوقود الأسود اللي هو زي الفحم مثلا الفحم النهاردة احنا بتكلم عن تغييرات المناخية وبنقول عايزين طاقة نظيفة الفحم النهاردة بينتك كهرباء بنسبة 20% في أوروبا وبيعمل به 230 ألف واحد كل الناس بتقول لك دي مؤقتة لكن يعني احنا متكلم على تدعيات الأزمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريز بيقول هذا الوقت ليس مناسبا للتقشف بيكلم على الميزانيات كلها في العالم متقشفة يعني لأنه هيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة هتزيد وهتزيد المعاناة وأهداف التنمية المستدامة اللي الدول وضعتها في عام 2015 وبدأت تطبقها من يناير 2016 أصبحت بعيدة المنال دول 17 هدف الدول يعني الأمم المتحدة وضعتها بتتكلم على تحرير الإنسان من الجوع والفقر بتتكلم عن مده بالخدمات زي الصحة والتعليم والغذاء والطاقة النظيفة بتتكلم برضو على فكرة الحفاظ على البيئة والتنوع البري والبحري في الكائنات بتتكلم على حاجات كتير للنهوض بالسكن اللائق والصرف الصحي وأشياء كثيرة وأهم طبعا هدف فيهم نمر عشرة اللي بتكلم عن مواجهة أشكال عدم المساواة مع الفقر والجوع هيزيد عدم المساواة ما بين الدول وداخل المجتمع الواحد فها طبعا مشكلة كبيرة لأن السنتين ثلاثة الأولانين في أهداف التنمية المستدامة صرفت الدول حاجات كتير جدا من أجل النهوض بها جات الكورونا بطأت إقاع الإنفاق وجات الأزمة الحالية ربما أضعفت كثيرا من القدرة على إنفاق الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي معدى 2030 والمراجعة أو منتصف المدة هيكون سبتمبر القادم لكن بكلام طبعا الأمين العام للأمم المتحدة يعني الموقف قاسي جدا بيقولك أن الأهداف اللي حطتها يعني الأمم المتحدة أصبحت بعيدة المنال لأنها عايزة إنفاق والدول دولة بتختصد وبتتقشف ومعدل نموه النتج العالمي بيتراجع ومعدل النموه في المجتمعات بيتراجع فالمسألة أصبحت صعبة والسبب في جزء منه بيتعلق بالحرب في أوكرانيا وفي جزء منه يتعلق بالكساد الذي يسود الاقتصاد العالمي زي ما تنبأت الإيكونوميست في منتصف يناير الماضي وقالت لك نحن مقدمين على اقتصاد الكساد في العالم خلال عام 2023 نسألة صعبة حرب زي ما احنا شفنا لها أبعاد كتير اقتصادية واجتماعية وسياسية واستراتيجية يعني غيرت من شكل العالم ومن نظام العالمي ومن التحولات كثيرة على مستوى العالم وحتى الآن لا تظهر أفق لحل هذه الحرب أو لتسوية أو حتى للتعافي من أثار هذه الحرب اللي مر عليها سنة ونأمل أن هي يكون في السنة الثانية من عمر هذه الحرب البائسة البائسة يكون أفق الحل مفتوحة لتسوية هذه الحرب